أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهد لم يكن شيئاً مذكوراً إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً يؤفون بالنذر ويخافون يوماً كان شروه مستطيراً ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنما نخاف من ربنا يوماً عبوساً قم طديراً فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسروراً وجزاهم بما صبروا جنة وحذيراً آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وافلح من يصلي على محمد وعلي الطيبين الطائرين